موسيقى تفاصيل أخرى وأبحاث أخرى في كل مجال اليوم أسعد بأن أقدم أستاذي أستاذ عبد المجيد القدوري الذي سوف يحاضر محاضرة استحية وهي محاضرة استحية الثانية بعد المحاضرة استحية بالأمس للأستاذ الصديق العزيز أستاذ حبيدة أستاذ عبد المجيد القدوري طبيعي الآن غني عن أي تعريف ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع المتعلقة بالسيرة الذاتية لأستاذ والموضوع الذي سوف يتطرق إليه المؤرخ والمجتمع وهو في الحقيقة محاولة أجوبة عن مجموعة من التساؤلات المتبطة مع علاقة مع المؤرخ والمجتمع لن أطيل عليكم طويلا أعطي الكلمة مباشرة لأستاذي فليتفضل المشكور صباح الخير شكرا سيمس طفاء شكرا للحضور وبالفعل سعادتي كبيرة للوجود هنا وحضور ضمن الزملاء وفيهم بعض منهم لم أتصل بهم ولم منذ تماني سنوات فالشكر موصول للذي كان سببا في هذا اللقاء الأستاذ عبد الرحيم بالحدة وكل الذين عاملوا معه سواء تعلق الأمر بأستاذ الغاشي في الكلية الأدب والعلوم السيدة تطوان أو كذلك ربط الكتوب وبالتالي سعادتي كبيرة والتحدث إليكم كذلك وأتمنى أن أقدم مساهمة وهذه المساهمة في الحقيقة هي في واقع الأمر هي محاور وينقط منبتقة مأخودة من تجربة الخاصة في تعامل مع مادة التاريخ في انفتاحها على العلوم الأخرى منذ سنين وبالتالي هذه الأسئلة وهذه التجربة أريد أن أتقاسمها مع الزملاء لا أدعي بأن كباحث في التاريخ ولا أدعي أن الشروط اكتملت في لكي أكون مؤرخا ف بالطبع أن اخترت التاريخ والمجتمع سأحاول أن أناقش أو أرى التفاعل فيما بين ثلاث مفاهيم أولا مفهوم التاريخ ثم مفهوم المؤرخ والتفاعل حاصل هل هناك تفاعل حاصل فيما بين المؤرخ بين التاريخ والمؤرخ والمجتمع فلا شك أن اختيار منظمي هذا اللقاء الكتابة التاريخية الحصيلة والأفق لا شك أن اختيار منظمي هذا اللقاء كتابة التاريخ الحصيلة والأفق يعبر عنهم بارز وانشغال كبير لأهم لأنهم أي المنظم لأن اللجنة لأنهم شعروا وما زالوا يشعرون بالقلق تجاه الواقع الذي يعيشه العالم اليوم ومنه سرعة التحولات المخيفة التي مست جميع المجالات وكل المستويات تعيش البشرية إذن منعطفا حاسما لا تتحكم في الاتجاه الذي يسير إليه وبسبب هذا الوضع فإنها تطرح السؤال أبدي والذي طرحه لينين في مطلع القرن العشرين ما العمل يبدو لي أن اللجنة الصاهرة على تنظيم هذا الملتقى قد اختارت هذا الموضوع تحت وطأة هذا القلق والهدف من خلاله إلى مسألة التاريخ والمؤرخ واستخلاص أجوبة وطرح أسئلة تقرب ما أمكن إلى فهم الأسباب التي تجعلون نعيش اليوم هذا التي وهذا القلق يهدف اللقاء مما لا ريب فيه إلى رصد الحصيلة التي وصل المؤرخون في معالجتهم للقضايا والإشكالات التي انطلقوا منها في دراساتهم وأبحثهم وهم يسعون إلى الوصول إلى ذلك تحت وطأة التورة الرقمية التي تفرض نفسها على الجميع وتجعلنا نطرح أسئلة تحاصر كل باحث حول المادة التي نجتمع من أجل هذه يمكن تلخص هذه الأسئلة القلقة على النحو التالي هل من حاجة إلى دراسة الماضي باعتباره موضوع ما هي الفائدة من دراسة التاريخ ما الغاية من العودة إلى الماضي وكيف يتم وكيف يجب أن تتم هذه العودة اليوم هل من حاجة إلى المؤرخ اليوم ما هو التكوين الذي كان يتلقاه بالأمس وهل يستمر هذا التكوين على نفس النمار ما علاقة التاريخ والمؤرخ بالمجتمع لشك أن المؤرخ ينطلق في تحليلاته من المجتمع ولكن كيف تتم هذه العملية الهادف إلى دراسة جوانب جوانب ماضي هذا المجتمع في الحاضر لشك أن هذه العملية تفرض علينا إبراز العلاقة بين التاريخ والمجتمع بين المؤرخ والمجتمع وعبارة أخرى وضع المؤرخ وضع المؤرخ في مجتمعه ورص صورة المجتمع عند المؤرخ فمفهوم التاريخ مفهوم التاريخ تبدو العملية التعريف بالتاريخ سهلة المنات وفي الوهلة الأولى إلا أن المتمعين والمتأمين في الوقت الذي في أن مضامنها تحتاجوا إلى إمكانية تجديد تحديد ما تضمنه من تعدد في المعنى يرى السخاوي مثلا أن التاريخ مجرد الوقت الذي تضبط به الأحوال ويتم فيه تسلسل الأحداث ويسمح بمعرفتهم أولد الروات والآئمة ووفاتهم هكذا يكون التاريخ في هذا المعنى عبارة عن سجل يمكن من معرفة الأحداث الماضية ويخبرنا بحيات علي القوم لقد تجاوز ابن خلدون هذا التعريف حيث تجاوز هذا التعريف ورأى أن التاريخ فيه معنايين معنى بسيط وآخر عميق إذ يقول في ظاهره لا يزيد عن أخبار الأيام والدول وأما في باطنه في التاريخ نظر وتحقيق وتعليل للكائنة ومبادئها دقيق وهو علم بكيفية الوقائع وأسبابها عند تقدم عميق عميق فإلى أي حد يمكن الاكتفاء بهذه التعريف لضبط فهوم التاريخ لابد من الوقوف عند تقدم العلوم الإنسانية والاجتماعية تحت ضغط أو عقدة العلوم الطبيعية أقف عند هذه الفكرة فالعلوم الطبيعية فيزياء الكيمياء وغير مثلا لعبت أدوار مهمة في الغرب وساهمت أولا كانت دائما في المختبرات تصل إلى الحقيقة ثم فيما بعد كانت لها أدوار في التوراة الصناعية وبالتالي أن هذه العلوم الطبيعية خلقت عقدة عند المؤرخين في نهاية القرن 18 ولقص يما في القرن 19 وبدأوا يفكرون في إعيادة الكتابة ومن هنا ظهرت وضعية المدرسة الوضعانية التي تحاول المقاربة الوضعانية أن تعرف التاريخ على أساس أنه يدرس الماضي البشري كما هو موضح في الوتائق والمآتير التي لا تزال تحتفظ بها البشرية اليوم فمن خلال هذا المنظور وبسببه ينظر إلى التاريخ تمزا يحافظ على ثرات الإنسانية تقديس الوثيقة المنظر الوضعانية قدست الوثيقة لأنها بالنسبة إليها هي التي توصلها هي التي توصل المؤرخ إلى الهر كما أن الرجوع ليمكن البشرية من الحصول على العبار والدروس ويساعدها من جهات أخرى على تخزين الترات والمحافظة عليك فإلى أي حد يمكن الاكتفاء بهذا التعريف الذي يجعل التاريخ مجرد حكاية عن الماضي ووعاء يحتفظ بالمورا لشك أن صعوبة التعريف في التاريخ تعود لكون الكلمة تحمل في مضمونها معنايا المعنى الأول وهو يحيل على مجموعة الواقاية التي حصلت في الماضي وأما المعنى الثاني فهو المنهج الذي يعتمد للوصول إلى تلك الواقاية وبعبارة الخرى هو البناء إذن تاريخ هو البناء الواعي البناء الواعي لتلك الواقاية والذي يكون طبعا من صنع المؤرخ إن التعقيد يأتي من التفاعل يأتي من التفاعل الذي قد يحصل فيما بين ما حدث في الماضي هذا شيء آخر والمحاولات الواعية التي يقوم بها المؤرخ من أجل إعادة بناء أحداث مرت وانتهت سؤال كيف يمكن التعريف هذه العملية أي استعادة ما هو خالي من الواعي وقد حدث في الماضي ومحاولة إعادة بنائه بطريقة واعية وفي الحاضر يظهر أن هذا التفاعل هو الذي حدد المقاربة المناجية الحديثة استطاع استطاع إذن الذين تبنوا هذا الاتجاه تحديد نظرة الجديدة إلى التاريخ منذ نهاية القرن العشرين وبفضل الوتائق يوصل إلى الحقيقة ولعله يوصل المنظور الجديد لم يبقى التاريخ منحصرا في دراسة الماضي بل صار يشكل اليوم من الماضي الحاضر بل صار يتجه كذلك إلى الاستراف إلى المستقبل إن التاريخ وبفضل المنظور الجديد لا يعني حقيقة مخزونة بإمكان المؤرخ الوصول إليها ما دامت كل حقيقة كما أشار إلى ذلك مارك بلوخ ما اسم مارك بلوخ فهي كل كل مرحلة كل مؤرخ يعيد بنا ماضيه انطلاقا من شواغله الحاضرة هكذا أصبح مؤرخ مطالب بتجاوز البقاء في الماضي في بل ملزم بالأخذ بالاعتبار الإقاع الزمني ومطالبا بإدراك العلاقة التي ينسجها في عمله مع مجتمعه لأن التاريخ ينتهي عند المؤرخ وبواسطة المؤرخ يصبح التاريخ كما قال عبدالله العروي هو الماضي الحاضر أو التاريخ المحفوظ كيف تتم معاملية هذه المعرفة التاريخية يعلم المماء يعلم الممارس الممارس المحترف للتاريخ أنه لا توجد حقيقة تاريخية مطلقة ولكن يشعر من خلال مزاولته للبحث بوجود حقائق معقدة لا يمكن إدراكها كاملة ما هو مطلوب إذن من التاريخ تحمل المادة مرامي اجتماعية تسعى إلى تحقيق بعض منها بواسطة التعليم فدراسة التاريخ تساعد المتلقي على التقرب من ماضيه وإدراك ذاته باعتباره فردا أولا ثم جماعة لكن لن يتأتى له ذلك إلا إذا تميزت عملية التبليغ باعتماد المنهج المبني على النقد والانفتاح لتجاوز أولا التركيز على الدات والبحث عن الأصد وأن التاريخ هو البحث عن إذا كان التاريخ هو البحث عن الدات إذا التاريخ هو البحث عن الدات في علاقاتها وتفاعلها مع ما هو كوني فإذا حصلت العملية في البحث عن الدات فإن تقوي الانغلاق وهذا ما يرفضه بالطبع التاريخ لأن التاريخ لا يرى دات الأنا خارج دات الآخر المختلف إن الانغلاق يقوي عند يقوي شعور المجتمع عدم شعور المجتمع لانغلاق يقوي عدم شعور المجتمع بتاريخيته بتاريخيته لأنه يدرس تاريخ لكن ينقصه الوعي التاريخي فمن هذا المنظور يتبين أن المعرفة التاريخية لا تتخلص في صرد ونقل ما هو موجود في الوتائق والمآتر بل ترتبط أكثر بما يريد المؤرخ أن يكتشف ويروي فإذا ما هو هذا المؤرخ المؤرخ بالنسبة إلي هو مشيد المعرفة التاريخية وملقنها أحيانا فمن هو هذا الفاعل يكون وكيف يصبح مؤرخا وما هي المكان التي يحضى بها تاريخ والمؤرخ في المجتمع هذه أسئلة طرحت بالأمس علينا أن نميز بين مؤرخ الأمس ومؤرخ اليوم كان المؤرخ بالأمس موسوعة تمتلك علوم كثيرة وما مادة التاريخ إلا جزء منها وأحيانا كان التاريخ يهدف إلى تبرير وتفسير الأشياء أخرى وأما مؤرخ اليوم فصاحب مهنة صاحب صنعة يتخرج من شعبة التاريخ داخل الجامعة وقد أظهرت التجارب أنه غالبا ما يعين كذلك أستاذ بهذه الجامعة ويكون نظريا مطالبا نظريا مطالبا بإنجاز البحث التاريخي ونقل النتائج إلى الأجهال بمعنى أن البحث يصب في التكوين ويصب في التاريخ ولكن هذا نحن نعلم أنه غير موجود مطالب كذلك بالقيام ومعن طريق الكتابة أي معن طريق التلقين أو الكتابة والنشر يتضح من هذا أن المؤرخ مطالب بالقيام من مهام متعددة في بنائه للأحداث التاريخية فهو راوي للحكاية لأنه هو لتصنع الحكاية أو كما قال بولفين في كتاب كومونك في الإسوار ويقول يقول بأن التاريخ ما هو إلا رواية أشخاصها حقيقيون على عكس الرواية الأدبية زيادة على صفة الراوي فهو يصف وبالتالي يمتلك حتى صفة كما لو قرأنا مثلا رضوت كل مقالة فهو يتقدم كأنه يصف الأن كأنه صحفي ليلبس ليلبس في الأخير لباس لباس المؤرخ الذي يوجه ينظر يحدد قواعد الكتابة تاريخية ليبين أنه يسعى إلى بناء العملية التاريخية وهي العملية المعقدة العملية التاريخية للوصول إلى الحقيقة النسبية هكذا يظهر من خلال هذه العملية أن التاريخ المبني على صر الواقع وبناء يكون كله من صنع المؤرخ والسؤال المطروح هل يوجد وعي أنا أركز عليها هل يوجد وعي عند المؤرخ أم هذا الوعي غائب عندي هنا وهل يعي العلاقة والترابط الحاصلين في عمليته مؤرخا للتاريخ الذي تخذه موضوع على أن التاريخ بدوره وهذه مهمة على أن التاريخ بدوره في نفس الوقت اختار المؤرخ كموضوع لأن هناك تجادب بين المؤرخ والتاريخ فإذا لم يعي المؤرخ هذا التلاحم بين التاريخ والمؤرخ واكتفى بخزني المعلومات قد يصبح مجرد مذكر بالواقع وخازن لها وقيم عليها ومحافظ عليها من النسيان هذه كلها قوال خطوة عن العروي أو كما قال الراخ مخبر بدون خبرة ينطلق المؤرخ المحترف ويعتمد المادة التاريخية ليبني الرواية التاريخية ويشيدها إلا أن له القدرة كذلك على هدم يمكن أن يبني رواية ولكن يستطيع أن يهدم مجرد اختيار للفقرات للآخر تبين هذه المساة سمحوني للناس شفرة إلا أن القدرة كذلك عن ذن ما بنى وشيد في التاريخ صرورة لا تتوقف والمؤرخ الواعي لا يصدر أحكاما بل يعمل على تقديم تحليلات وتفاسل انطلاقا من السياقات المحددة للواقع ويصار على استخراج توازنات ولا يركز على جانب واحد ليوضح الظواهر فالمطلوب من الباحث التركيز على تداخل المعطيات لتفسير الأحداث إن المؤرخ المؤمن بتغيير يبني الأحداث إلا أنه يعرف أنه ما شيده لا يعني أن ما شيد الأحداث التي شيدها لا تعني المؤرخ الوعي لا يعني أنه بنى هذه الأحداث كما وقعت لأن الواقع المني ما هي إلا تزيد الانشغالات وهذا هو المهم تزيد الانشغالات وهموم المجتمع المدروس والذي ينتمي إليه فالعملية كلها تبقى مرتبطة بمهارة المؤرخ تظل صناعة المؤرخ مرتبطة بالبعث السياسي خاصة وأن القضايا المعالجة ذات ارتباط بالمجتمع والمطلوب من المؤرخ أن يكون على وعي تان بالمسؤولية الملقاة على عاتقه للمؤرخ دور في بناء الأسطورة فكل يتذكر أسطورة الأطلس صراع اللقاء ما بين وبين الإله زوس أو على الصعيد سيادي إذن نقارب أسطورة المهدي المنتظر سواء تعلق الأمر بالمهدي ابن تومر أو ابن أبي محلي لقد حاول كل واحد منهما بناء الأسطورة لسكية مشروعه السياسي وهذه المسألة لا زالت يسير بها العالم اليوم يتحرك المؤرخ في عمله منطلقا من الحاضر وهذه مهمة منطلقا من الحاضر ولا يستطع الانسلاخ في عمله عن الحاضر لأجل هذا يتضح أنه يستحضر الوقائع الماضية في الحاضر والعملية التاريخية يستحضر هذا الماضي عن طريق شاهد المعاصر أي المؤرخ والمطلوب من هذا الأخير المطلوب من المؤرخ أن يكون واعيا بالعملية وأن يكون له تكوين شامل ومنفتح حتى تكون له القدرة الكافية على التحكم في الرواية التي يحاول نسجها عن الماضي الحاضر وأن لا تكون الرواية هي المتحكمة فيه لأجل هذا وبسببه فإن المؤرخ مطالب بامتلاك رؤية واضحة وتكوين نظري شامل وانفتاح على العلوم الأخرى إذن بهذا المنهج يستعمل منهجا منفتحا يمكنه من استخراج العناصر التي تساعد لأنه تكون هذه مهمة يستاعد العناصر المستقات من الماضي ليساعد المجتمع على فهم المعاش الذي يعاني منه ويمكنه كذلك ربما من تخطيط المستقبل للمستقبل لن يجد المؤرخ صعوبة في وجود المادة والآطار التي يعتمدها لبناء الوقائع الماضية لكن الصعوبة كل صعوبة تكبن في وجود أو عدم وجود الوعي التاريخي الذي يساعده على تجوز بناء الأحداث للوصول إلى منطقها مهم هو ليس الأحداث هو المهم ولا الوصول إلى منطق الأحداث لتوضح الفكرة نقوم هنا بمقامة به فرنسا لتدمير الشخصية المغربية حاولت عسكريا ونفسيا أن ترسخ عقدة المستعمر لدى المغربة واستعانت بالأستغرافية الاستعمارية لترسيخ هذه العقدة وقد قاومت الحركة الوطنية هذا التدمير بتبنيها الوعي الوطني وهذا أعود إلى النقاش بالأمس بحيث الاستغرافية الاستعمارة جاءت منه خطط داخلها في مشروع ولكن التعقيق خلق عقدة في الإنسان المغرب اللي يوطي ومن بعد منه تقوله يفو ديكوفرير لام معوكان الروح المغربية ولهذا إذا ملاحظتم أنه كانت الدراسة تمثت كل الميادين لإستكشاف ديربال ولكن بعد الاستعمار معنى أن ما كتبه المستعمرون هو بين أيدينا يجب أن نميز بين ما هو جدي ما هو إيديولوجي وكذلك إثنغرافي فأيضا ضرورة تمييز وبالتالي أن ربما حتى هذا ما كتبه في السياق دي المطلع القرى العشرين بالخصوص ليوطي وجماعته معناه أن ما كتبته الإستغرافية عدد من الإخوة الآن يستعملونها وبالتالي تمكنهم من دراسة العقلية للسعمارية إذن فهذا يجبنا نستخلص مما سبق أننا حاولنا تبيان العملية التاريخية كما يجب أن يتبنى المؤرخ المحترف الواعي الذي يحاول أن يجعل من عمله عملا متجدرا للتعريف بالتاريخ أو المؤرخ ليربط العملية بجذورها الاجتماعي وهنا أصل إلى التاريخ والمؤرخ والمجتمع هل توجد علاقة أو علاقات ما بين المؤرخ ومجتمعه بيّنت التجربة أن المؤرخ يهتم أساسا بالموضوع الذي يشتغل عليه يبدأ بقراءة عامة مسهام ثم يختار الموضوع ثم يختار المادة التي قد تساعده في البحث ويعتمد على المنهج الملائم له من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف والذي يكمن في بناء الوقع لكنه وتمكنه من تشييد الموضوع المختار هذه العملية في ذاتها فبإمكان المؤرخ أن يشييد الأحداث لا كما وقعت بل كما فكر هو فيها وخطط من أجل الوصول إليها من دون شك أن هذا التركيز على بناء الأحداث يجعل المؤرخ يبتعد عن وعي أو عن غير وعي عن المجتمع المضروس فلا يعيره الاجتماع ضروري لإحتياجات والتحديات التي تتواجه هذا المجتمع تدفعنا هذه الملاحظة إلى الوقوف عند النظرة التي تتكون المجتمع انطلاقا من الواقائع المبنية مع علاقة الصور التي يتبنها المجتمع عن نفسه بالرواية التي يحكيها المؤرخ أو الروايات التي يحكيها المؤرخون من المعلوم أن نظرة المؤرخ تكون وعية أما تلك التي يتبنها المجتمع فهي غير وعية وتدخل في إطار داكرة التي تعتبر الحاضر الماضي بمعنى تراكم الماضي في الحاضر فهي الإرث المبنية على العادة والتكرار إن التصورات التي تتكون لدى المجتمع من عمال المؤرخ والمطلوب من هذا الأخير النزاهة التي تتحكم في الكتابة وعليها أن يراعي المكونات الأساسية للمجتمع المعني وبذلك فأدوار المؤرخ تختلف من كما هو معروف من مجتمع الآخر على المؤرخ المغربي مثلا أن يهتم بصيانة مكونات الشخصية المغربية وإبراز اختلافاتها تقافيا وعرقيا واجتماعيا وسياسيا ما دامت هذه الشخصية تعاني من الهشاشة المورودة لقد تعرضت كما قلت تعرضت إلى الهدم زمن الحكم الحيم هناك هناك كتابات عن بعض المؤرخين يتحدثون عن فخ الإيديولوجي فخ الإيديولوجيا معناها التاريخ الإيديولوجي المؤرخ الإيديولوجي والمؤرخ الإيديولوجي هو الذي تكون لدي فكرة يريد أن يوضحها وبالتالي يحاول أن يجد المادة التي تزكي هذه الفكرة التي اسموها بالفخ البياج الإيديولوجي وتعطون دائما المثال الحرب الباردة في الحرب الباردة المؤرخون الشيوعيون كانوا يعتبرون أنهم مسؤولين عن الشيوعية وانتشار ديالها وارخوا كما تعلمون وكتابات التاريخية في هذه المرحلة بالطبع كانت تسير فبالتالي الفخ الإيديولوجي يحطى على المؤرخ أن يحطط منه لأنه لقد تسبب الضغط الأوروبي الذي انتهى بعقد معالجة الحماية وأدى إلى هذا الضغط إلى انتعاش القيم التقليدية والقيام وتقويتها وجعل المجتمع المغربي يستحضر التجارب التاريخية السلبية ولعل أبرز هذه الضياع وفقد الأندلوس بكل ما ترمزوا إليهم من رموز يسترد من المؤرخ أن يستعد أن يبتعد عن كتابة التاريخ الإيديولوجي والذي يتلخص في تبني فكرة ومحاولة كما قلت لكم من المفروض مهما كانت قناعة المؤرخ العمال على مساعدة الناس على مواجهة المشاكل الآنية لأن التاريخ في نهاية المطاف هو تاريخ البشر في الوتائق والمادة التي يعتمدها المؤرخ هي من خلق خلقها البشر الإنسان كما أن الرواية والأحداث المروية والموجودة في المجتمع فهي وقائح حصلت بين البشر إن التاريخ طرب هي مدنية لأنه يناهض الخرافة والشعودة كما أنه مجال للحرية مجال للحرية كيف تظهر هذه الحرية في أعلاد المؤرخ فأولا تظهر هذه تكمن الحرية في التاريخ في عدة مستويات تتجسد حرية المؤرخ أولا في اختياره للمنهج الذي يري معنى أنه لا يفرض عليه المنج ولكن يفرض عليه بتكوين لديه وبالفتاح إذن هذه حرية أولى ويعتمد المؤرخ الماهر على النقد الداخلي والخارجي بفضل ملكة النقد نلاحظ بفضل هذه الملكة النقد تزداد فضنة المؤرخ وعلى هذا الأساس يتمكن من استنتاج ما يراه صائبا ومنطقي وتظهر هذه الحرية من جهة اختياره للإشكالية التي يريد معالجتها والمادة التي يستعملها في بحثه لشك أن الملحس وطني يجعله يساهم بطريقة أو بأخرى في تضح وإظهار التحديات التي يعاني منها مجتمع للتاريخ المسؤولية في بناء الشخصية وتقويتها لأنه يساعد الأفراد والجماعة على الإيمان والافتخار والاقتناع بانتمائهم الجماعي كما يمكن من عرفة الشخصية الآخر المختلف ومن تم الانفتاح على الكونية تساهم في المعرفة التاريخية في تقوية المعرفة الكونية تساهم في تقوية الحصانة الاجتماعية وتبدد كل ما من شأنه إضعاف الفرن والجماعة ومنها محو عقد النقص وتقوية عقد القوة لأجل هذا فمعرفة التاريخ أساسية في المجتمع كيف تنقل المعرفة التاريخية إلى مكونات المجتمع ما هي المكانة التي يحظى بها المؤرح والتاريخ في المجتمع كيف يدرس التاريخ في المؤسسات ما هي المكانة التي يحظى بها التاريخ لدى أصحاب القراءة إن دور التعليم أساسي في هذا المنحنة كيف يدرس التاريخ في المدارس هنا لا بد من ضرورة تجاوز صرد الواقع ذكر الأعلام السنوات إدخال ضرورة إدخال النقد دفع الأطفال إلى تعود ملكة النقد والفهر والعمال على تجنب المادة التي لا تحيي بالملان لدى التلاميذ والأطفال كما أنه على الإعلام أن يلعب دوره وعلى المهتمين والمؤرخين المشاركة في هذه العملية لأساس على أساس النشر والمشاركة في كل مجال يمكن وهي أدوار مهمة إذا كان في ذلك متبوعا إذا كانت هذه المتبوعة بالقراءة النقدية لكل ما ينشر إن التاريخ هنا أحيي بالطبع رباط الكتوب على النضال في هذه المسألة إن التاريخ إن التاريخ في المجتمع وللمجتمع وهو أساس البناء وقد قيل وتبين في الواقع أن المجتمعات التي تعي تاريخها هي المجتمعات التي ركبت التقدم وتحكمت في فرض نفسها كونيا للإستنتاج ماذا يمكن أن أقول في ختم هذه الملاحظات إذا سلمنا ترابط التفاعل الواعي المسؤول فيما بين الموجود فيما بين المؤرخ في علاقته مع التاريخ والمجتمع ويعتبر أن الداكرة حاضرة هي ماضية ولكن حاضرة وبأن التاريخ كذلك ما هو موجود ولكن في دينه لا كما حصل نستطيع أن نؤكد أن العملية التاريخية الواعية هي من صنع المؤرخ الذي ينسج الرواية التاريخية التي تمكن المجتمع من تكوين تصور تصورات عمداته وتجديدها وتسمح له بامتلاك القدرة تسمح للمجتمع بامتلاك القدرة على تجاوز تحديات الحاضر والتطلع إلى المستقبل شكرا اشتركوا في القناة